إذا تكلمنا عن هذا التطوير نتكلم عن أهم شيء في الموضوع التطوير اللي راح يطبق لأول مرة في البطولة في التأكيد تشوف نحن يمكن خلال 2019 طبغنا تقنية دي لظروف خاصة اللي هي موضوع الستيتشينك في الملعب كانت لأول مرة تطلع كانت موجودة في ملعب محدودة في أوروبا طبغناها لأنه كان نادي العين إذا تذكرون هي لعب كاس العالم للندية وكان عنده الدوري قبلها وكان بعدها يستضيف استات هزاء كأساسية وقيمة على أرضية استات هزاء بالزايد التحفة هاي اللي كانت محط أنظار الجميع لما تواجدت في مدينة العين 13 تقريباً مباراة في أقل من شهر مع المباريات اللي قبل وبعد فكان لابد أن نحن نشوف حل نوصل فيه تقني نطلع فيه على التجارة بأخرى بحيث أن نستخدمها استخدمنا عملية الستيتشينغ اللي موجودة وكانت مطبقة فيه أندية قليلة في أوروبا وتوها تنتشر على مستوى العالم كنا الأول في استخدامها في المنطقة استخدمناها في كأساسية واستخدمناها لظروف إقامة حفل العيد الوطني في مدينة زايد اللي راح يستضيف كان بداية كأساسية في 2019 نعتقد جزء وهو فاصل راح نعرضه عن عن الأستيتشينغ والأرضية الملعب والحمد لله يعني في هذه البطولة بعد الأخوة في نادي النصر طبقوا فصار عندنا ثلاث ملاعب في أسيا متميزة في هالنوعية المتميزة في أرضية الملعب واليوم أضفنا لها ملعبين إضافيين اللي هم أستاذ محمد بن زايد وأستاذ دالن هيان من الأشياء اليديدة اللي دخل فيها الاتحاد دولي وصراحة يعني أنا استمتعت أني قاعدة تشوف حتى عملية الإعداد اللي هو والتجهيزات اللي موجودة وأتمنى الأخوة بعد في رابطة دور المحترفين أنه بعد ييون ويحضرون ويشوفون كيف عملية استخدام هالأشياء هذه لاتحاد نفس الشيء الفترة موجودة صح 12 يوم لكن نحن أبوابنا مفتوحة أنهم يجتمعون مع القائمين من سهل لهم الاستفادة من هذه التقنية بحيث أنها تستخدم لأول مرة فإن تكون أول من يطلع عليها وهي استخدام آلية احتساب التسلل بالمستشعرات الآلية في داخل الكرة في تشيب شريحة إنزهين هذه الخياطة اللي تستخدم لتثبيت أرضية الملعب ضد أي عوامل ممكن تأثر عليها تغريبا يكون الاستشيب على كل الأرضية لكن فايدتها وايد مهمة عندك تقريبا 60 سانتي في عمق الأرض تكون موجودة مسافة الخيوط ما شاء الله قاعدين تشرحونها بطريقة مميزة ومشكورين صراحة اللجنة الإعلامية اللي قاعدة تطلع على الشيء وتعاونك شخصيا بنواف أننا قاعدين نراوي العالم شو الأشياء اللي موجودة في كرة القدم يديدة وكيف نمكن تطويرها وأدعوكم بعد في القناة بما أنكم أنتم يعني مشكورين خدتوا الحقوق بحيث أن تكون متاحة للجميع بعد أن تشوفون هذه التجربة وقايمين عليها في الاتحاد الدولي لشرحها حتى للمشاهد البسيط أنا قاعدة كلا